السلام عليكم نادي الويداد البيضاوي اللي كيت تقسم أول بارديدو ديالو في موندياليطو للتلاب مع الهيلال السعودي في الحقيقة المغرب الكاملين كانوا ينتظروا الويداد يفوز للهيلال ولكن هذه هي كرة القادم وبحالي كتشوفو أمامكم في كامبو كان عامر بلان بوبليكو كل شي حاضر والأهازيز الجماعيرية من الأول بارديدو حتى الأخر ولكن كرة كان عندها رأي أخر اللعب الويداد اليوم ما عرفتش عندهم كانوا مدفعين بزاف وبغيين غير يدبزوا وقتروا الاحتجاجات على الحكام وخصوصا من طرف اللعب يحيى جبران ليتذكرتها الحمراء باطل تعادلوا الهيلال السعودي وصنى الضربة الترشيخية تقنوتي واش عمرك شبرتي بينارتي واش ما كتدربش على البينارتيات الله يودي حشوما حارس كبير ويعيت لك المنتخب وبينارتي في حياتك ماش ببارتاش كنا كنتمنا ونشوفوا الويداد بحال اللي شوفنا الرجاء البيضاوي في 2013 وخرجوا المغرب كامل للزانقى غووت ولكن على اللي كيبالي هذيك شلي حنات الرجاء مو حالة يزيد يتعاود ومو حالة يزيد يتكرر بحالة 40 مليون مغربي في الزانقى غووت بالتوفيق النادي الهيلال السعودي وهارض لك الفارق الويداد البيضاوي بالوصول للنصف النهائي واللي غادي يلعبه مع الفارق فلامينجو البرازيلي ودابا نقوله مبروك الاهلي المصري بالوصول للنصف النهائي وكيبقى الفارق الاهلي المصري اكتر فارق افريقي يشارك في كأس العالم الاندية بثمانيات المرات ودابا ما لنا نتنه غير مقابلة مع العلم سبقت الاهلي المصري اللي عابت مع ريال مادريد بواحد الماتش ويدي وغلبت الاهلي المصري بواحد نظيره وقابلة هتكون وعرة وكل شي كيتنها ولكن ريال مادريد عنده غيابات في هاد المقابلة هادي واللي هما بن زيما ميليتاو ايدن هازارد ولوكاس فاسكي احنا اللي علينا هو نشجعه النادي الاهلي المصري بالتوفيق ان شاء الله يربي في هاد المقابلة كبيرة وكذلك نتمنى التوفيق للفارق الهيلة للسعودي ونشوفه النهائي عربي وهادش اللي كنتمنى ودابا الكملتي الفيديو والسلام عليكم اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة